المية. آسف لما بنبرد المية بتخلي المية تاخد شكل معين اسمه آآ الهيكساجون ده بيزود حجم المية آآ مش بيقلله. على عكس بقيت المواد. قلنا ان احنا لما بنبرد اي حاجة حجمها بيقل. الا المية. حجمها بيزيد. ده بسبب ايه? بسبب ان بتعمل شكل معين للمية اسمه الهيكساجون. حلو? اللي هو آآ تقريبا سوماني الاضلع او سوداسي الاضلع. ده شكل معين للمية. اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. سوداسي الاضلع آآ بيتكون بسبب الهايدروجين بونتس. فبيخلى حجم المية يزيد ما يقللش. فبالتالي كسافتها ايه? حلو? يبقى خلاصة الكلام ده ايه? خلاصة الكلام ان المية حجمها او كسافتها. خلاني الكلام حب نتكلم مع كسافة نقول. كثافة المية بتقل مع انخفاض درجة ايه? الحرارة. ده ملخص ده كله. تمام. تمام. طيب نكتبها ازاي بقى? بتقول ايه? بنكتبها ازاي? اه من ناحية ايه? يعني لو جات سؤال عنها بيجي السؤال ازاي وبنكتب الاجابة ايه? اه لو جات سؤال هيقول لك مثلا اه. اه ديوتو كزا اه اه يعني بسبب ايه? كسافة المية بتقل مع انخفاض درجة الحرارة. اقول انتبري لما يتبردوا بياخدوا انهي شكله او الشكل السوداسي ايه? او الشكل السوداسي بيقولك بمعنى المايا بتاخد انهي شكله او اسم الشكل اللي المايا بتاخدو لما بنبردها. السوداسي او ده عمالية الاسئلة اللي عمل. ده غير انه اصلا يعني برضو الكلام اللي احنا بنشرحه ده. اه الجزء في الامتحانات اللي فيه مش بيقى صعب للدرجة يعني. هو بيقى الكلام. اه هو الامتحان اه هتاخده برضو ايه بنفس النوات اللي احنا بنجاوب في كده. هيسألك سؤالة يقول لك. انت تبقى تدين اسئلة وكده? اه اللي عندي بنك الاسئلة اللي عندي كله ان كل الكلات بتحطي. وهنحله ان شاء الله. يعني احنا هنحله ان شاء الله مع بعض. على الليزر هنحل امسي كيو على الليزر وهو نقطة مهمة جدا في الامتحان. اه هنحل امسي كيو على الفلويد اه ميكانيكس هنحل امسي كيو على الالترا ساوند وكده. هنحل امسي كتير عليهم ان شاء الله مع بعض. هنحل امتحانات اه بتاعت جامعة لجيلت طبيعة جامعة الكاهرة إن شاء الله مع بعض جات فيهم أسئلة طبع الأجزاء دي ده إن شاء الله يعني. آآ لكن الجزء ده آصلا آآ إنتوا الكلية الوحدة اللي بتاغنا. على ما حlü يعني. يعني حتى أنا وانا بدرس ما خدش الجزء ده. ما خدش جزء بتاع المية. أو المحاضرة ما كانتش عن الميا. طيام. او احنا ما كانتش ع Liszt بشكل عام عن الميا. محاضرة المياه كانت آآ في المقرر بتاع البايو كيمستري. لأنها اكتر طائب على البايو كيمستري. تمام? تمام نقرأ الملخص بتاعه كلما انبرد المية زي كانتك التقر حركية بتقن مش عاوزين نفهم الحتة دي لما بنبرد المية الجزائقات المية بتقرب من بعضها بتقرب من بعضها طيب ده بيعمل ايه المفروض انه يقلل المفروض بس اللي بيحصل عكس كده المفروض انه يقلل حجم المية ولما حجم المية يقل كسفتها ايه اللي يحصل له تزيد تمام تمام اللي بيحصل ايه بقى هنشوف فبالتالي احنا قلنا ان الكسافة بتزيد ماشي ده المفروض اهو المفروض ان الكسافة تزيد لما نبرد الساكل عشان كده بقولك مفروض ان الكسافة تزيد المفروض بس احنا كدتنا تحت ايه كسافة الماء تقل طب اللي بيحصل ايه بقى اللي بيحصل ان المية بتشز بتشز ازاي قالك ان هي عن عن درجة حرارة اربعة سليليوز آآ سليزيس اسف عند اربعة درجة سليزيس وتحتها المية بقى مش بتقرب من بعضها ده بتبعد عن بعضها اكتر طب ليه بقى ليه السؤال هنا ليه اي قلنا اي سؤال المية بتنفرد بالخاصية ديت ليه سيب الهايدروجين بوند ده بسبب الطريقة اللي بتترص فيها جزائات المية يعني الجزائات المية بتتنفر عن بعضها بتزق بعضها بعضها عن بعض كل ما يقرب من بعض فبالتالي فبالتالي المية بسبب الهايدروجين بوندس بسبب الهايدروجين بوندس او الرابط الهايدروجينية اللي بتتكون ما بين جزائيات المية بتخلي شكل المية تتشكل في حاجة اسمها الهيكساجون او الشكل السوداسي الشكل ده مش مش بيقلل حجم المية ده بيزود حجم المية يعني مش ده اللي بيحصل في المية المفروض ان ده اللي يحصل بس ده بيحصل عكسه حجم المية بيزيد وبالتالي كسفتها بتقل عشان كده تلاقي ايه تلاقي ان لما يجي نهر يتجمد التالج هو اللي بيبقى على الوش والمية اللي ماشية تحت مش كده التالج اللي بيبقى على الوش ده بسبب ايه بسبب ان لما المية بتتجمد او لما بيقلل درجة حرارة المية كسفتها بتقل فالتالج يطلع لفوق يبقى على الوش المية تمام كده يبقى خلاصة اللي سلايد ده ايه خلاصة اللي سلايد ان كسفة المية بتقل مع انخفاض درجة الحرارة السبب ايه السبب هي تمام 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 ده هنا عندنا مخطط بيانة اهو بيشرح لك الكلام اللي احنا قلناه المفروض ان هنا كسفة المية عند درجة حرارة عشرين دران جاود كل ما بنقلل درجة كل ما بنبرد المية ده الكسفة بتزيد لحد ما توصل لإيه عن درجة حرارة عربعة مقوية لأ الحمد اه بعدها تدق الكسفة ايه تقل حلو؟ مش عايزين يعني كمان الدياجرام ده مش مهم فهم والمهم فهمه فعلا جدا النقطة اللي فوق دي ان كسفة المية بتقل مع انخفاض درجة حراراتها بسبب بس جدا وبتوصل تمام بتوصل الكلام ده انت او الكسفة بتبدأ تقل من فين من عند درجة حرارة عربعة ايه درجة سليزيس وانت نازل أربعة درجة سليزيس المية تبدأ الكسفة ايه تقل بدأنا هنا بقى ايه في الجزء الاخير في المحاضرة او النص التاني من المحاضرة وهو ايه والهيت والكلام ده هنا بقى هتلاقي فيه كلام لازم يتحفظ زي ما هو كده هيتحفظ مش هيتفهم هو يتحفظ زي ما هو كده وفهمه ده شيء سانوي يعني نحن مش مهم نفهمه اما حاجة يتحفظ زي ما هو كده اول حاجة بنا نتكلم فيها في الجزء ده هنحاول نفرق ما بين تلات حاجات والهيت والفيرمال انرجي ده اللي احنا عمشوط لعبين من الجزء ده تمام 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 ان انا بقول على حاجة سخنة على حاجة تانية ساعة على حسب متوسط طاقة الحركة بتاعت جزيئات متوسط طاقة الحركة بتاعت جزيئات هيعني ايه يعني على حسب الجزيئات اللي جوه الحاجة اللي انا بشوف درجة حارتها دي لو بتمشي بسرعة هتبقى اسخل لو بتمشي بالراحة هتبقى قضى ماشي لو بتمشي بسرعة هتبقى لو بتمشي بطرعة هتبقى أسخن هتبقى سخنة لو بتمشي بطرعة تبقى سخنة ولو بتمشي بالراحة او لو بتمشي بطر تبقى ايه? اه 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 ابرد يعني اسقع. اه تبرد تبرد اه. اه هتبرد. تمام? فبالتالي بتاعها ايه? هي متوسط طاقة الحركة. يعني من الاخر الجسيمات اللي جوه الحاجة ديت بتتحرك قد ايه? لو بتتحرك كتير تبقى سخنة. لو بتتحرك قليل تبقى ايه? تبقى بردة. انت اسهل على نفسك. انت لما بتكون مثلا بتلعب كورة وفماتش كورة. بتلاقي نفسك سخنة عن الطبيعي ولا ابرد عن الطبيعي? متاسخنة عن الطبيعي. سخنة عن الطبيعي. ده ايه? ده نفس الفكرة كده. لما الجزائيات المادة تتحرك اكتر وتبقى اسرع تبقى اسخنة عن الطبيعي. وكل ما تتحرك اسرع واسرع كل ما تبقى تسخن. ماشي? متوسط بتاعة الجزائيات اللي جوها المادة. يعني بنعبر عنها او بنحطها في شكل ايه? اه درجات. اه على حسب بقى احنا هنحطها ايه? هنحطها كيلفن ولا سليزيس ولا فهرنهات. تمام? طبعا ده كلها مقاييس درجة الحرارة. ده كلها مقاييس درجة الحرارة. الكيلفن والسليزيس والفهرنهات. وده الدرجات الحرارة المتنظرة فيهم. يعني عن تلتمية تاتة وسبعين كيلفن هي مية اه درجة وهي ميتين واتناشر وهي درجة حرارة ايه? غليان الماء. درجة حرارة غليان الماء. تمام. تمام? طيب بقى المية بتتجمد عندي امتين تاتة وسبعين كيلفن. وصفر سليزيس. واتنين اتنين وتلاتين فهرنهات. دي بس العلاقات ما بين التلات تلات وحدات دول يعني. تمام? دول بيتحفظوا في الغالب طبعا ايه. تمام. في عندنا قانون بسيط جدا اسمه ديروسلاو. بيقول ايه بقى? بيقول لو احنا عندنا كبايتين. تمام. لو قلت ان الكبايتين دول فحاجة اسمها thermal equilibrium. هي حاجة كده اسمها thermal equilibrium. او بالترجمة تعادل حرارة. معنى كلامي ده ايه? يعني الاتنين لهم نفس الحرارة. نفس درجة الحرارة. لما اقول لك ان الكبايتين دول كبايتين الشاي اللي محطين جنب بعضه دول. اهو كبايت الشاي اللي على يمين. كبايت الشاي اللي على الشمال. لما اقول لك ان هما الاتنين فيهم thermal equilibrium. ده معنى ايه? ده معنى ان هما عندهم نفس درجة الحرارة. بس. تمام. ضف على كده كمان ايه? قلك لو احنا عندنا كبايتين شاي او تو سيستمز. تمام? تو سيستمز يعني النظامية. تمام. وعشان احنا ما نعقدش الكلام قوي ونقعد نقول يعني انظام وكلام ده. هنعتبرهم كبايتين شاي. لو احنا عندنا كبايتين شاي او تو سيستمز. كل واحد منهم درجة حرارته زي التاني. حلو? تمام? وعندنا واحد تالت. احنا عندنا تلات كبايت شاي او. تمام? ايه? وبي وسي. لو قلت لك ان ايه بتساوي سي. وبي بتساوي سي. حلو الكلام? مش هيبقى منطقي من الحاكتين دول ان اقولك ان ايه بتساوي بي? صح? ايه? بتساوي سي. بتساوي خمسة مثلا. وبي بتساوي سي اللي هي خمسة. يبقى ايه? بتساوي خمسة وبي بتساوي خمسة. يبقى ايه بيساوي بي? مش كده? تمام. تمام. ده نفس اللي قاله عمينا ده. قال ايه بقى? قال لو احنا عندنا احنا عندنا كبايتين شاي. كل كباية من الكبايتين الكباية ايه? بدرجة حرارته بتساوي الكباية سي. والكباية بي درجة حرارته بتساوي الكباية سي. يبقى الكباية ايه? درجة حرارته بتساوي الكباية بي. بس ده كل اللي قاله. فهمناه بالطرقة ده تفهمناه. ما فهمناهش. يبقى على الايه اللي نحفظه. نحفظ النص بتاع القانون ده. بيقول ايه القانون تانية عاكتين سمعه مع بعض. بيقولك ايه? لو كباتين شاي كل واحدة فيهم بتساوي درجة الحرارة بتاعت كبات شاي تلك يبقى كباتين الشاي اللي عندي في الأول دول اللي اتنين درجة حرارتهم واحدة ده بس ده كل اللي هو عايز يقول هنستفاد منه في ايه؟ هنستفاد منه في حل المسائل على درجة الحرارة تمام؟ تمام لو وقف عليك فيهم اي حاجة طبعا لازم تقول لي عشان الكلام هنا أهم من الجزء الاولاني في جزء الاولاني في المحاضر لا لازم نخلص السلايدز يعني هو ما عادش غير عادش على السلايدز وهنحاول نخلص فيهم على قد ما نقدر يعني ايه؟ بسرعة هحاول على خاصلك كل السلايد بس عاوز ايه؟ تمام كل سيشن او كل زوم اه ده مش مش هنلحق نخلص الكم ده من نهاية رمضان انت فاهمني؟ ايمان فهو احنا بس ايه هنحاول نضغط نضغط الموضوع الشيء مع بعضنا لحد ما ايه؟ آآ ان شاء الله نخلص جزء محترم حتى ايه؟ قبل الايل تمام؟ اه قلنا آآ ان درجة الحرارة هنا بقدر نخش بقى درجة الحرارة درجة الحرارة مش هايزين حتى ناخد التعريف ده او التعريف ده لو حبيت تحفظه مع نفسك آآ تحفظه؟ آآ مش هتحفظه مع نفسك يعني هنأكد عليه ان شاء الله في عدد تانية مع بعض ولكن عمتا درجة الحرارة تتقاس بحاجة اسماء الكالوري تمام؟ آآ والكالوري دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كمية الحرارة اللي احنا محتاجين عشان نسخن جرام واحد من المية درجة مقوية يعني ايه بقى الكلام ده؟ هاتلي جرام واحد تمام؟ جرام واحد مية حطه في كوباية وسخن الكوباية دي لحد ما درجة حرارة المية تتغير من 15 درجة ما؟ سليزيوس 16 درجة ايه؟ سليزيوس تمام؟ تمام الحرارة اللي احنا سخننا بيها الجرام ده اسمها واحد كالوري تمام؟ تمام ده برضو تعريف على قد ما نقدر ايه هنحفظه يبقى الكالوري ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كمية الحرارة اللي احنا هنسخن بيها جرام من المية درجة مقوية كمية الحرارة اللي احنا هنسخن بيها جرام من المية درجة مقوية ماشي؟ ماشي وفي الاخر هنا كده امعلنا معلومة جميلة جدا و ايه؟ ونقطة ناخد بالنا منها يقول لك إحنا عندنا قانون اسمه قانون بقاء الطاقة سمعت اللي اسمه ده قبل كده؟ معايا عمر؟ لا طمام بكل وسط الكلام ده معنى ايه؟ يقول لك الطاقة اللي تفنى ولا تستحدث من العرض يعني ايه؟ يعني درجة الحرارة اللي السيستم ده او النظام ده او كوبات الشاش دي هتطلعها في الهواء هي هيها نفس كمية الطاقة او نفس درجة الحرارة اللي الهواء هيكسبها تمام؟ يعني مفيش حاجة تانية هتاخد درجة الحرارة يعني هيه كوبات شاي مع طفل الهواء ايه هل تاني اللي هياخد درجة الحرارة مننا او بمعلقة صحة ايه تاني اللي هياخد مننا الطاقة مفيش هيه كوبات شاي هتبرد والهواء اللي حولها هيسغل بقاء الطاقة هو ده نفس اللي احنا قلناه نفس اللي احنا لسه يلين بيقولك لو احنا في نظام مغلق في أي نظام مغلق درجة الحرارة اللي بتفقد من جسم بتسوي درجة الحرارة لجسم تاني بيكتسبها وده هيددينا قانون مهم جدا هنحلي بمسائل كتير اللي هو القانون المحدود في المربع ده تمام؟ بيقول لك ايه بعد؟ كمان ده بيقول لك بيساوي وقام كتب لك الكلام اللي تحت ده فبتلأ اي مسألة هتجيلي او محاطط هنشوف الاول المسألة هتت على على المسألة اللي احنا رح نحلها دي هلا بتتكلم عن بقاء الطاقة ولا لا هنعرف ازاي تتكلم عن بقاء الطاقة ولا لا اما هنحل مسائل ان شاء الله مع بعض هنعرف ايه اللي عندنا في المسألة ونختار انهي القانون نحل بيه تمام فهقوم حط القانون اللي هو بيقول لك ايه ام واحد في سي واحد في دلتا تي واحد بيساوي ام اتنين في سي اتنين في دلتا تي اتنين الكلام ده معناه ايه معناه هجيب كتلة الجسم الاول واضربها في حاجة اسمها الحرارة النوعية بتاعته واضربها في مقدار التغير في درجة حرارة يعني هو خد درجة حرارة ده او خسر درجة حرارة ده وقول ان هي بتساوي كتلة الجسم التاني في درجة الحرارة النوعية بتاعته في مقدار التغير في درجة الحرارة بتاعت الجسم التاني يعني ايه الكلام ده هجيب الكسم التاني عندي كتلة وعنده اتحرارة النوعية ده كلام من المسألة بتبقى عاطيهوني اول حاجتين دول يعني المسألة هتطلب مني حاجة ووضعتني خمس حاجات وعن طريق المعادلة ديت هحلي بيها المسألة تمام تمام هنجينا بقى على حاجة اسمها والاسباسيفيك هيت بقى عشر ده ان شاء الله الهيت كباسيتي والاسباسيفيك هيت الهيت كباسيتي بكل بساطة ده تعريف هيتحفظ زي ما انت شايف كده بيقول لك ايه بيقول لك ان الهيت كباسيتي ده هي الحرارة اللي هسخن بيها الجسم عشان درجة حرارته تزيد درجة واحدة بس يعني ايه يعني لو انا عندي مثلا ليتر مية دي كباية فيها ليتر مية وهسخنها حلو الكلام سخنها بشامعة الهيت كباسي بتاعة الليتر مية ده هي كمية الحرارة اللي هزود بيها درجة حرارة الليتر ده درجة واحدة بس يعني لو هو درجة حرارته عشرين تبقى درجة حرارته واحد وعشرين ماشي؟ دي اسمها الهيت كباسيتي طيب الاسباسيفيك هيت برضو انت عارفات بتتحفظ الاسباسيفيك هيت هي اللي مهمة شوية علشان لها قانون طيب الاسباسيفيك هيت الاسباسيفيك هيت ده رقم مميز لكل مادة يعني المية لها اسباسيفيك هيت او سي معين الدهب ليه اسباسيفيك هيت او سي معين وهكذا تمام؟ التعريف بتاعه ايه بقى؟ هي برضو كمية الحرارة يعني هسخنها هدي ايه؟ كمية الحرارة اللي هديها ليه؟ جرام واحد او كيلو جرام واحد من المية او من الدهب او من اي مادة عشان ازود درجة حرارته درجة واحدة بس يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا قعدت سخن في عشرة كيلو جرام من النحاس مثلا اسمه كبر سخنتهم لحد ما درجة الحرارة هي كانت الاول مثلا ال 20 اتحولت بقيت مثلا ال 25 تمام؟ الكلام ده خد مني مسلا آآ كمية حرارة هنقول آآ مثلا مثلا 20 كيرو 20 كيلو كالوري تمام؟ دي اللي بنقاس بقى كمية الحرارة يعني الكيلو كالوري دي بنقاس بقى كمية الحرارة فيبقى الحرارة نوعية بتاعت الكبر كام هجيب ال 20 كيلو كالوري دول وحطهم فوق وقسمهم على ايه؟ على احسن يجيب في مكان ايه يكون كويس كده في الجام 20 كيلو كالوري وقسمهم على على الكتلة بتاعة الكبر اللي هي 10 في دلتتي او معدل التغير فدلجة الحرارة يعني ايه بقى يعني مش هو كان عشري بقى كام 25 28 25 بقى خمسة عشري هي مشعط حرارة 28 خليها 18 يبقى تغير قد ايه زاد قد ايه ولا نقس قد ايه 18 زاد 8 زاد 8 بس بقى هي دي شكل المسألة اللي عندي هحلها هطلع بالنتج على طول تمام تمام هطلع بتاعة الكبر يبقى لسي بتاعة الكبر بتساوي ايه الرقم ده وكل المسائل اللي هتجي لها ديها بنفس الشكل ده تمام تمام هنا عندي حاجة اسمها او من الاخر الاصلات ده بيحاولي يوضح لي ايه اللي بيحصل لما المية مثلا تتحول من تلج لسائل باقياتي ابو خار اللي بيحصل ايه بقى اللي بيحصل من الاخر ان اللي بتغير مش درجة الحرارة اهو انا احفظها كده لما يحصل لما تتغير حالة المادة من صلب السائل او من سائل لغازي اللي بتغير مش درجة الحرارة اللي بتغير ايه اللي بتغير البوتينشيل انيرجي مش اللي بتغير التمبراتشل لا ده اللي بتغير البوتينشيل انيرجي او طاقت الوضع اسمها طاقت الوضع يعني من الاخر تمام لما المادة تتغير عندي من صلب ده سائل اللي بتغير مش درجة حارض اللي بتغير في الاساس هي الجزئال بتتحرك قد ايه مع بعضها تمام تمام هو تقريبا الجزء ده ملغي تقريبا كده انا فكر الجزء ده كان ملغ ملغي اه تمام اللي في الحصر المحاضرة ده تقريبا كله كان ملغ تمام الجزء بتاع الهايدرو السيربي ده انا شايف يعني هي دي جزء ايه مهمة عن متلا بسوش عافية ملغية ولا لا يعني انت قادرة طبعا اه لا ما ظنش ملغي ما ظنش ملغي جزئية الهايدرو السيربي من الاخر هي بقى ايه تطبيق كل الكلام اللي قلناها وهي اسهل حاجة واجمل حاجة اه في المحاضرة دي تمام تمام الهايدرو السيربي ده عبارة عن ايه الهايدرو السيربي ده عبارة عن العلاج بالمال بعد كل الكلام اللي احنا قعدنا نهرية عن المية بابا ده نيجي ونشوف فعلا اهمية المية في حياتنا واهمية المية اه من وجه نظر واحد اخصي عليك طبيعا او فيديو سيربي المية دي بعد ما قلنا ان هي عندها كوهيجن وادهيجن والكلام ده هي كمان عندها المية بتخلي الاكسام تطفو فيها مش كده اه المية كمان عندها حاجة اسمها انت لما بتنزل في قلب حمام السباحة بتحس وكأن المية كده ايه ضغط عليك سنة كأن المية حضناك صح؟ نعم صح الحاجات دي بقى نقدر نستغلها كناس بتاعت عليك طبيعا ازاي؟ لو انا عندي مريض خايف ان هوقع على الارض عندي مريض بيعمل تمارين معينة وخايف ان هوقع على الارض فيجيله كسر في الحوض فبدل ما بقى بعالجه ابقى انا كده دمرته عملت له كسر في الحوض هوق في الغالي بقى شخص كبير في السن فجبت له كسر في الحوض فتوكل على الله كده معاشا يتعالج خلاص فباخده في قلب المية باخده في قلب بول كده في حمام سباحة يعني وابدأ اعمله التمارين بتاعتي ليه بقى؟ المية عشان فيها بوينسي عشان فيها طفو الراجل ده هيبقى متشال كأن المية شايلات كده فهتساعده انه لما يجي يقع الصدمة بتبقاش كبيرة ده هيقع في المية انت عمرك ويعتقى كده في المية واتكسرت نعم فنفس اللي بيحصل بصبت انا خايف يقع علي يتكسر على الأرض فبحط في المية عشان لو وقع ما يجرلوش حاجة تاني حاجة او اللي هو بمعنى اصح الحضن اللي تحسوا انه معت يقولك ده لو الشخص ده عنده ورن في منطقة معانا عنده قديمة الهايديوستاتيك بروشر ده او الضغط ده بيبدأ يقلل لانه عبارة عن ضغط كأنك فعلا ضغط الورن ده فبدأ يقلل الحاجات اللي بتبقى موجودة فيه لانت مش عارف انت خدت الايديمة ولا لأ الايديمة دي بتحصل لما الدم بيبدأ يخرج ده الدم اهو ده مجرى الدم اهو بيبدأ يخرج حاجات جوه التيشو او النسيج اللي حواليه فيبدأ النسيج ده يبقى يدخن كده او او يورم فلا هادوستاتيك بروشر بيضغط بقى عليها كده لتحت فبالتالي بيقلل الحاجات ده انها تخرج وبيقلل الايديم تمام تمام بالاضافة ان انا ممكن اعمل حاجات كتير في قلب المية دي زي ان انا ممكن اعمل لها اضيفها هوا ممكن استخدمها كمقاومة انت ما تعرفش تجري تحت المية بسرعة عليه عشان المية بتقاومك فبالتالي ممكن استخدمها كتمارين لو حد ضعيف مش قادر يتمرر على الارض ممكن اخليه بدأ بالمية عشان يعمل تمارين تمام فده ده ملخص الكلام ده كله هتلاقي مثلا بقولك اه المية لو سخنة هتلاقيه بتدف جلدك ولو ساعة هتلاقيه بتبرد جلدك لو انت عندك جرح هتعمل لك بسبب ان هي بتزود الدم اللي بيمشي في حوالين الجرح وبالتالي يبدأ يعمل لك علاج اسرع في الووتر اكسرسايز زي ما قلنا ان انت تقدر تستخدم المقاومة للمية بتعمل هلك دي واضعفش تجري جوا المية بسرعة عليه عشان المية بتعمل لك مقاومة فاحنا ممكن نستخدم المقاومة دي عشان نخليك اقوى طيب لو انا في حاجة بتوجعني الضغط او الحضن للمية بتدفوني ده لما بنزل جواها بيقلل الوجع ده هيعمل لي حاجة اسمها اديما كنترول ده اللي شرحناها اللي قلنا ان هو الضغط او الهاتو ستيك بريشر ما بيحصل على مكان الاديما بيعمل لي هنا الاديما كنترول او بيقل الاديما يعني اللي هو الورا هنا الووتر سيرابي لو كده نقرأهم مع بعض طبعا بيقول لك زي ما قلت لك هو لو حد وقع في قلب المية هل هيتكسر لا فمتالي اشتركوا في القناة